ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مطلله ومن يدلل فلا هديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شميك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويدفر لكم ظنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهجساتها وكل مهجسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا أما بعد أيها المسلمون يجب أن يعلم كل مسلم أن دين الإسلام شريعة الكاملة وتعاليم شاملة حوت كل شيء وفصلت كل الأمور وبيّنت كل المسائل سواء في مسائل الدنيا أو الدنيا والأولى والآخرة وليس من المأقول أبدا أن يبين الدين للناس آداب الخلاء وأمور التهارة وأحكام العطيمة وآداب الشر ثم لا يبين لهم أحكام السياسة ومسائل الاقتصاد وتفاصيل شؤون الناس الاجتماعية والأثرية من المعلوم أن منصب الرئيس أو الخليفة هو أعلى وأجل منصب في الدولة الإسلامية لذا كان حتما على المسلمين أن يدققوا ويمعنوا في من يتولى هذا المنصب الخطير فيختارون أصلح الناس لتولي هذا المنصب وإلا كانوا مقصرين ومن ولّى من أمر المسلمين شيئا فولّى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين من فقد خان الله ورسوله والمؤمنين فالمسلمون جميعا مسؤولون أن تولية أصلح الناس وأقواهم على تحمل عبء هذه الأمانة دون أي تهاون أو تقسير وإلا وقعوا تحت طائلة الإقاب والوعيد المذكور ومدار الصلاحية على القوة والأمانة قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين القوة ألا تحمل أعباء هذا المنصب والأمانة التي تجعله يؤدي إلى كل ذي حق حق وما أعظم وما أخطر شأن هذه الأمانة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خذي وندامة إلا من أخذها بهقها وأدى الذي عليه فيها أمة الإسلام ولا شك أن ضياء هذه الأمانة من أهم علامات الساعة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سعى له عن الساعة إذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة قيل يا رسول الله ما إضاءتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة من أجل هذا يا عباد الله توسأ فقهاء المسلمين في بحث شروط الخلافة وتفننوا في الشروط الواجب توافرها في من يلي أمرا من أمور المسلمين بوجه عام حتى لا يتسلق ويتأتليها من ليس لها بأحد فيكون ظاهره على المسلمين ومن هذه الشروط أولا الإسلام وقد أجماء المسلمون على عدم جواز تولي الكافر أمور المسلمين والأدلة على اشترات الإسلام كثيرا في الكتاب والسنة وأقوال السحابة وسلف الأمة ففي القرآن أطيء الله وأطيء الرسول وأولي الأمر منكم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاءة الأمراء والأئمة ونهى أن الخروج عليه إلا أن يخرجه عن الإسلام ويزهر الكفر البواح ثانيا الأقم فلا تنعقد الولاية لمن فقد أقله لمن فقد أقلا لأن فاقد الأقل غير مكلف فكيف يكلف بولاية على غيره قال تعالى وَلَا تُعْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَةً وَمْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَأْوْخَةً ثالثا أظهورا أجماء العلماء على عدم جواز تولي المرأة من صر الخلافة وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين بلده أن القرصة قد ولوا ابنة جسر فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأة وكالكال الله أزوجل الرزال قوامون ألا النساء بما فضل الله بعضهم ألا بعض وذلك لا يتمشى مأوض المرأة في الإسلام وما أعاده الله لها من سيانة ورعاية وقرن فيه يوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى رابعا الأعدالة وقد جاء الله العدالة شرطا من أسقر الولايا فحضانة الصغير فكيف لا تكون شرطا في أعظم الولاية على الإطلاق والفصق هو نقيد الأدالة فكيف يتسور أن يتولى فاسق ولاية أمر المسلمين فيقيم شمع الله ويجاهد في سبيل الله خامسا العلم وهو شرط بديهي في كل ولاية فينبي على كل والي أن يعلم يقينا ما يجب عليه ليقوم بأعباء منصبه على أكمل وجه قال تعالى هكاية أن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم سادسا الكفاءة الجسنية ونعني بها سلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يؤثر في كفاءتي شاق للمنصب أو المرشح له لأنه لا بد بدونها لا يمكن أن يتحمل أعباء المنصب قال تعالى في قصة طالوت وزاده بسة في المسك والجسم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك ضئيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة أمة الإسلام اختاروا حاكما رئيسا عادلا روى البحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل أي حاكم عادل يسرص الناس بالعدل ويحكم بين الناس بالعدل ممتثلا لقوله جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل احتاروا حاكما عادلا الذي يعتقد أن الحكم تكليفا وليس تشريفا ورئاسة مجرما وليس مجنما ويعلم أنه ليس إلا خادما يخدم الناس ويسهل لهم أمورهم محسناً إليهم محافظاً على حقوقهم حريصاً على تعزيز كرامتهم سائياً في تلبية حوائجهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم إلا لم يدخل معهم الجنة إباد الله إن السياسة في الإسلام تقوم على الوضوح والصراحة فالأحداث واضحة والأوامر واضحة والوسائل واضحة والمسار واضح فلا وجود للخذب والتذليس واللف والدوران للوصول إلى أهداف غير مشروعة اختار حاكماً عادلاً لا يعتقد في شخصيته العثم ولا يجوز فعل كل ما يريد وإنما تقومه الأمة وتأخذ على يديه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتأطره على الحق إطرا وتطيئه طاءة مقيدة بعدم المأسيا يقول أبو قبيل رحمه الله خطبنا معاوية بن السفيان رضي الله عنه في يوم الجمعة فقال سمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم يتكاهمون في النار تكاهم القردة الحاكم أو الأمير في السياسة الشرقية إنما هو في الحقيقة أجير كما قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله إنما دخل على أحد الولاة فقال له السلام عليك أيها الأجير فقال الناس الأمير دعو أبا مسلم هو أعلم بما يقول فقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله إنما مثلك مثل الرجل استأجر أجيرا فوالله ما شيئته وجعل له الأجر على أن يحسن الرئية ويوفر جزازها وألبانها فإن هو أحسن رئيتها ووفر جزازها وألبانها حتى تلهق الصغيرة وتسمن الأجفاء أعطاه أجره وزاد من قبله زيادة وإن هو لم يحسن رئيتها وأضاعها حتى تهلك الأجفاء وتأجف السمينة ولم يوفر جزازها وألبانها قضب عليه صاحب الأجر فآقبه ولم يؤطه الأجر إباد الله فإما الناس من الفساد والأغض هذه هي الأقائق ونحب الثورات وانتحاق الحقوق وممارسة السياسة الظالمة المئينة التي استهوزت ألف ثروات وحرمت أهلها من حقوقهم فالأمر بيد الله ثم بأيديكم فانتبهوا فالأمر بيد الله ثم بأيديكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتحوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة يقول الحافظ بن حجم الأسخلان عدم الله ومعنا يتحوضون في مال الله بغير حق أن يتسرفون في مال المسلمين بالباطل عبنا لا تزقلوا بعد اذهب بيكنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحار الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وسبحان الله بقرة وأسيلا أما بعد فيا إباد الله تقربوا إلى الله تعالى بالذب أضحيكم تحقيقا لقوله تعالى فسل لربك وانحا ولقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمنك وأنا أول المسلمين إباد الله لا تزبهوا إلا مسنة إلا أن يؤذر عليكم فتزبهوا جزعة من الضعن وأرباء لا تجوز في الأبات الأوعاء البيين عورها والمريدة البيين مرضها والأرجاء البيين ظلعها والكسيرة التي لا تنقين ولا يجوز الضفه إلا بعد الصلاة من غبها قبل الصلاة فإنما يزوه لنفسه ومن غبها بعد الصلاة فقد تم نسخه وأصاب سنة المسلمين ولا تنسوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العين خالف الطريق ولا يشملنكم العيد اللهم آمن بشريك اللهم آمن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين وتقبل الله منا وليكم وأعادهم مراءً وأدينًا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة ورحمة وبر تقAB اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة